تحية حب واحترام ووئام وسلام لكل مشاهدين الكرام في كل مكان ورمضان كريم على كل من يشاهد برنامج سيذي ونحن نلتقيكم بحلقة جديدة وسهرة رمضانية مع ضيف جميل وضيف جديد في برنامجكم اليومي الرمضاني سيذي دائما بالسيذي من تفقين أن يكون الضيف نجم واليوم طبعا ضيفنا يمتلك سيذي ممتاز جدا على اعتبار أنه مصر على أن الفشل لا مكان له في حياته الرياضي على أقل تقدير هو واحد من المدربين الشباب يعني الأناقة حاضرة معاه على طول الوقت اليوم طبعا الضيف الكابتن العزيز نبيل زكي أنا وسلم بك ورمضان كريم عليك رمضان كريم عليك سلامين وشكرا جزيلا على هذا المقدمة شكرا جزيلا شكرا جزيلا بتفعل الفشل ما عنده ما لم يجال في حياتك يعني أعتقد الفشل يعطيك شيء الحافز للنجاح ما أمر يتبه الحمد لله في كل وحداتي التدريبية وفي كل محطاتي كروية لم أمر بمحطة فشل في حياتي الرياضي إطلاقا إطلاقا ولا ندور لك هسا بالسيذ المعنى دور على واء إن شاء الله تلقيني زيني ذا لقيني شون أكون أنا ممنون ونتناقش إنه هل كان فشل أو ما فشل زين أنت محطاتك الرياضية ومحطاتك التدريبية من 1993 يعني لحد 2016 دربت مجموعة من الأندية احترفت بلبنان المعلومات يعني إذا معلوماتي خطأ قل لي وأنت دربت بشباب الصناعة وبالفاك عمرية بالصناعة مساعد مدرب نادي الصناعة وفي المدرسة الكروية مع عم بابا دربت بنادي الكهرباء فترة طويلة جبتهم الدرجة الرابعة ما أعرف إن وصلتهم للنادي الصاروخي نعم ودربت الطلبة 2008-2009 صارت مدرب طوارئ بالشرطة وبقيتهم بالدور وبعد ما كانوا غرقانين رحل للدرجة الثانية رجعت لي الكهرباء بعدين طلبة بعدين ما أعرف وين كهرباء أخير شيء أخير شيء بعدها انتهى موضوع مواسف مالك على عجالة صح؟ على عجالة وما في شيء مخفي بعد هو النات والإنترنت أصبح يجي بيكيها من أنت صغير كل حياتك وهي متسلسلة كل سنواتك زين أنا مو من أنت جبت هذه المعلومات جبتهم يعني بطريقة الخاصة على اعتبار أنه أنت عندك مجموعة من الأصدقاء وعندك مجموعة من الناس اللي يعرفون تاريخك جاي جداً يقعدون يومية بالليل تسولفون خصوصاً بالليلة الرمضانية طبعاً أنت عندك ناس تعزمهم بالبيت تسولفوا يهم على مجموعة من الأمور مجموعة من الأمور تخص كرة القدم لكن بعض الأصدقاء ينزعجون من كرة القدم يعني أنت نشط من قدم سبقاً نلتقينا في أكثر من قناتها نعم صح بالفعل وكنت أنا سعي جداً من أقابلك نعم أعتقد هذه المعلومات التي لديك أغلبها صحيحة أغلبها صحيحة أنا أتمنى إذا كانت شي خطأ تقول لي خطأ حتى نرجع وبنفس الوقت أنا نعطيك مطلق الحرية بلا سيلة وإن شاء الله ما يكون أي جواب عندي خطأ زي؟ كل جوابي رح يكون نحن بالسيفي دائما نعتمد على الصور نعم نشوف الصورة الأولى نعم خلص نشوف الصورة الأولى خلي شوية أفو أجعك اليوم شوف الصورة الأولى هذه الصورة الأولى هي صورة للاعب شاق أنت ليش قبل كلها تقعدون هي شيء والله أترك الصور القديمة تفعك عليه رجل القدم على الكرة وتوقف هذه صورة جميلة جداً هاي أين؟ يعني هاي في الكريات هاي رجعتني إلى متوسطة الشرقية هاي وراي بناية المتوسطة الشرقية كنت لاعب فيها في منتخب المتوسطة الشرقية وأيضاً في نفس الوقت احنا لاعبين مركز شباب الكرادة اللي كانت مراكز الشباب في أوج عظمته وفي أوج قوته وتوازي الأندية حقيقة منه كان معاكم ديش الفترة من اللاعبين والله أغلبهم يعني ما كلش يعني تجهوا للأندية فقط آني من نادي مركز شباب الكرادة فقط آني اللي تجهت إلى نادي الصناعة فيما بعد من الوقت لكن الكل كانوا محصولين في مركز شباب الكرادة في تلك الفترة وأيضاً المتوسطة الشرقية وبالمناسبة السيد محمد علي جاسم صاحب الفضل عليه في مدرس المتوسطة الشرقية وفي نفس الوقت هو مدرب المركز شباب الكرادة وكنا منافسين دائماً في بطولات مراكز الشباب وكانت مراكز الشباب عنوان عن تجمع شبابي ناشئين محترم جداً وكانت هي الطاقات وكل إنجازات أعتقد الكرى العلاقية بدأت في الأثمانينات هي نتائج مراكز الشباب في بغداد والمحافظات كنتوا في بطولات التربية كنتوا تحصلون شيء؟ نعم توصل الشرقية كان لها باع قوي ووصعدنا أكثر مرة لنهايات كنت هداف فرق؟ كنت مدافع بس كنت هداف فرق سجل أسجل في ضربات الجزاء والكرات الثابتة كم هدف عندك معهم؟ موالله أكثر يعني هواية سجلت هواية سجلت نعم يقولون عنك المدافع الهدافي في متوسط الشرقية؟ كانت تزياداتي قوية من أنا صغير يعني تشوف جسمي متوقع أنها تزياداتي وكانت تزياداتي قوية ضربات الهدف علي مئة بالمئة كرات الثابتة علي ضربات الركنية علي فكانت رجلك زين قدم اليسار مثلت انتخابات وضنية بعد؟ تربية وبعدين اتجاهنا إلى مراكز شباب نعم ومن مراكز شباب النادو الصناعة بدأت 1980 الحرب الإعراقية الإيرانية وكنت أنا عملي ب 16 سنة وبدأنا بعد خلاص خلاص يعني أي طموح بعد عندك بعد أيام الحرب هي انتهت انتهت فقط تفكر كيف تحمي نفسك من هذه الحرب الشريسة كانت على العراق نعم إذن ذكريات ممتازة جدا في متوسطة شرقية رجعتك الكرادة رجعتك الكرادة بالضبط إذن المعلومة وال الفرق الشعبي أيضا بداية الكرادة وبعدين يعني احنا من حسن يعني من حسن أيامي انه يستلمني شخص مثل محمد علي جاسم إنسان وقور إنسان كبير جدا بأخلاقه علمنا ببادئ كرة القدم علمنا الرياضة الصحيحة احترام الكبير الحب الرياضة وكان يعني تصور أنت استاذ أمين ثمان سنوات هو معنا ثلاث سنوات أربع سنوات في متوسطة شرقية وثلاث أربع سنوات في مركز شباب الكرادة زي فكانت علاقة أسرية يعني كانوا أصدقائي مثلا راح أطلعك من الفرق الشعبية لا احنا نجع لمركز شباب الكرادة لا أنا راح أطلعك من الفرق الشعبية طلعا من كانوا أصدقائك بتلي ياد الخاصكي ماجد خدادات دول اللي يعني كانوا قريبين جدا علي زي الموجودين خلينا نطلع من الفرق الشعبية خلوح حسا بالجد نعم شوف الصورة القادمة راح ممكن الصورة القادمة راح شوية يعني تقلب المواجه عليك على اعتبار أنه مكانك الطبيعي وصورة قادمة هي هيئة الكهرباء النادر الرياضي شوف أقرى القطعة أقرى القطعة هيئة الكهرباء النادر الرياضي طبعا أنا من مؤسسين نادي الكهرباء وهي هيئة الكهرباء كانت في زمن النظام السابق وكان رئيس الهيئة سحبان فيصل محجوب من أول الأشخاص اللي كنا في نادي الكهرباء من مؤسسين لا المؤسس الحقيقي وكان وكتها سحبان فيصل محجوب طلب أن يكون نادي وكان السيد لطيف لبيب وسيد ماجد حميد أيضا والحاج الآن ماجد حميد بن نادي نعم حاج على الأسدي لا كان حاجي عليه بعد ما بعد ما أصد والحاج العزيز حاج عزيز مدير مكتب السيد سعبان وأيضا الأخ العزيز فلاح سعيد اللي هو سحاليا نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء اللي هو فلاح فلاح سعيد دليمي فلاح سعيد جرمط وسوى مدير عام الإدارية في سويت نادي الكهرباء بالضبط وكان معنا شاركت بي شاركنا في فرق الدرجة الرابعة زين صار دوري مؤسسات زين وانتقلنا للدرجة الثالثة بقرار من الاتحاد من الدرجة الثالثة أنا سنمت الفريق إلى الدوري الممتاز ومرورا بثلاث سنوات في الدوري الممتاز زين يعني بالثالثة خذنا المركز الأول انتقلنا إلى الثانية وكان تأسيسنا بـ 2001 وصلنا الممتاز في ثلاث سنوات أقل من ثلاث سنوات أطلق علينا الأخ العزيز رعدناه لقب النادي الصاروخي باعتبار أنه بالـ 2001 اتأسسنا بالـ 2004-2005 لعبنا فيه ملعب الشعب ضد الزورة ضد الزورة أنت نفيته والسوطن الأغراب في بلدك؟ كنت متوقع رياضة به هذا الشيء ما ممكن أن تدوم رياضة لشخص لكنه أكو مقدرين لعملي في نادي الكهرباء وأكو غير مقدرين أكو يتعمدون أنه يتركون تاريخك في نادي الكهرباء وكلا محبين لشخصي وليعملي في نادي الكهرباء باعتبار أنه صاحب إنجاز سواء رضى من رضى وأبى من أبى نقلت الكهرباء من 2001 أنا مدرب إلى 2008 لكن الاسمع اللقاء يقول خلاص أنه انت قدمت شيء للكهرباء وصلت المرحلة ما تقدر تقدم لبعض خلاص فكنا نبدل يعني طموحي يقف عند هذا الحاج يعني وصلت عملي 70 سنة 75 سنة كبرت أدني طموح كبير جدا لكنه قد تكون تقاطعات في النادي لا تسمح لي بالعودة إلى تدريب الفريق نادي الكهرباء اللي هو فيه داخلي وفيه دمي وحتى نباتي يعني الأخي العزيزة وجلت أحية سيد علي الأسدي يقول له نفحص دم كابتن لبيض يطلع أوه كهرباء يعني لأنه صعبة يعني نادي أسسسل حتى تنتل يعني نباتي ألا من أصعفة واحدة يقول كابتن شاو تنتل أي فيعني أوجد أمور كثيرة في نادي الكهرباء لكن مع هذا نحن أسسنا لجيل من الكهرباء وما زال فريق الكهرباء ضمن دوري ممتاز عندكم إنجازات تكون مصطفى كريم هدافة دوري وعدهم أحيات دوري في زمني كنت أنا مدرب على الفريق وكان هذا تحت الاختبار يعني بالاختبارات جبت مصطفى كريم شفته من أول لحظة قلت هذا الرجل موهوم وهذا الرجل ممكن يخدم نادي الكهرباء وكان عمره 18 سنة وجد اختبار عادي يعني جاب لي أحد الأشخاص الأصدقاء قال لي كابتن بس شوفه شفته شفته يعني لاعب موهوم وفعلا خدم نادي الكهرباء وخدم نفسه وكان هو مع منتقب شباب في بطولة اندونوسيا وأنا استلمت الكأس مالته الداف الدوري باعتبار أصغر لاعب شاب يحصع لقب هداف الدوري ب16 هدف وكان منافس مالته صاحب عباس وموية جولي والله عم زين تناطح ويكبار واخذ هداف اخذ هداف وياك مصطفى كريم يذكرها لا لا مصطفى يعني أنا أحب رغم اللوبات والله لا موتره وطلع سافر يعني خارج العراق بس من تلاقي لأنه هو بالزورة في بغداد بالزورة ذاك من تلاقي قبل ثلاث يوم كان في الكرادة كانوا معسكر في الكرادة معسكريهم في فدق وشوفنا وقعدنا وسوالفنا أنا كل اللاعبين أحترهم وأحبهم لأن أعتبرهم أولادي خصوصاً اللي كان بداية نادي الكهرباء لأن مصطفى كريم كان لاعب موهوب وكنت أتمنى أتمنى من كل قلبي أنه يفكر فقط في كرة قدم لأنه كان أصبح يعني كأحمد راضي وك اللي شو فكر بغير كرة قدم أعتقد كانت هناك أمور بعض الأمور جرت في حياة الرياضية بعض القرارات لم يكن كامل جهوزية لإتقاذ هذا القرار ولا مصطفى لو قاله فقط في كرة القدم وسامع كلام اللي نصحوه بشكل صحيح ثق هو لحد الآن يكون علامة فارقة في المنتخب الوطني زيني تشوف الصورة القادمة نعم اليوم أنا مصرر شوية اليوم حاضر تشوف الصورة القادمة شباب إذا كانت صورة جاهزة الصورة القادمة تشوفها كابتن مدرسة عمو بابوة أو مساعد مدرب منتخب الناشئين في نفس الوقت هذه المدرسة ضخل دماء كبيرة للمنتخبات الوطنية زيني هذه الصورة لأول فترة في تكوين المدرسة الكروية التابعة للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم الفين ألفين واحدة الفين هاي بالضبط الفين تقريبا هذه بعدها سميت بمدرسة الكابتن القدير المرحوم أمو بابا عندما جاء مديرا للمدرسة الكروية زيني لكن قبل ما يجاء أمو بابا احنا كنا ست مدربين نعمل في هذه المدرسة وكان باقتيار الاتحاد أنت ست مدربين منه كانوا ياك كان أذكر صباح عبد الرزاق مزين ودكتور قحطان أعتقد وكان مع أنا أيضا أعتقد أسامة نوري مزين يعني ست مدربين إبراهيم علي إبراهيم علي قد يكون مع أنا أول ست مدربين بعدين صرنا عشرين مدرب من ضمن إبراهيم علي من ضمن إبراهيم حميد أنت بوقتك كنت مساعد مدرب كنت مساعد لا كنت مساعد مدرب على فئتي فئتك بعدين صرت مساعد مدرب بالضبط عندما جاءت لجنة لاختيار أفضل فريق يمثل العراق في بطولة آسيا للأشبال اختاره فريقي وفي وقته تم رفع اسمي كمدرب مدرب متخب العراق للأشبال لكنه في وقته رفع على رئيس الاتحاد ابن رئيس النظام السابق وقال هذا الشخص أنا ما عندي يعني تاريخ عليه فتسمون مدرب معروف على أن يبقى هذا الشخص مع الكادر التدريبي فكان يعني نوعا ما قتل من طموحي شيء الكثير لأن كنت أنا رايح فريقي رايح فريقي وكل معروفهم وكانوا على تقريبا سنة كاملة إحنا لأدب الفريق زين فحسيت بقتل الطموح ومن ثم حتى البطولة مارحت بيها رغم أنه أنا سميت مدربا مساعدا للمتخب العراق للأشبال لكنه مارحت بيها لأنه كان قرار انت مرحت بيها بسرحت المكان آخر صحيح أشوفك المكان آخر شوف الصورة القادمة شباب خلي شويل يوم احنا مصرين على انفاجأك بمفاجآت ممتازة شوف الصورة القادمة هذه الصورة في لبنان أنت مرحت مع مدرست عمو بابو ساعددرّب لكن هذه في لبنان تبس قولي من صادق من الجماعتي هذا عندما كنت مدرّبا محترفا في لبنان نادي الحرية يهسن هذه ألفين تسعة وتسعين ألفين زين وكان النادي في أزمة زين والحمد لله وشكور وكان معي المرحوم هادي جواد عضو اتحاد كرة القدم كمديرا إداريا وفنيا وانعملت مدرب في نادي الحرية في نادي الحرية كان يعاني كان يعاني من ثلاث خسارات وتعادرين وثلاث خسارات زين وكان معي في الفريق الأخ العزيز واللاعب الخلوق اللي أوجهه لتعيير علي هاشم لاعب نادي النجف وكان هو هداف الفريق وأيضا إنسان رائع وإنسان راقي وخدم هذا النادي بشكل كبير جدا زين وأيضا كان لاعب صلاح دلال كابتن منتخب لبنان وانتقلنا بهذا الفريق بـ 18 مباراة بـ 12 فوز و 6 عادلات آها ماشاء الله بالضبط انتقل للمربع الذهبي زين ودخل الفريق في مرحلة النقل المباشر للمباريات وحكام أجانب وانتقل الفريق النادي الحرية وكان رئيس النادي أبو قاسم اللي وجه لتحية في لبنان كان ناديا نموذجيا في كل شيء شعجب ما بقى عدت لأنه حشكي كاب أمانة والدي كان مذيض جدا الله يرحمه كان على فراش الموت وفبلغت رئيس نادي الحرية اللي حلفني على القرآن قال لازم ترجع قلت لذا أروح والدي صحته زينة أرجع لبنان بس إذا والدي العفو صحته مو زينة لا أنا باقي أم والدي لأنه الوالد عندي أهم من عملي في لبنان فما رجعت لقيت الوالد الله يرحمه يعني وضع الصحي غير جيد فبقيت ويا أداري ومحن الله آخر حياته الحمد لله الحمد لله لكن يعني يقال بأنك يعني تأثرت بالمرحوم عم بابا كثيرا على اعتبار شوف الصورة القادمة هي يمكن راح تأكد الموضوع الصورة القادمة الحديث عن مدرسة عم بابا والمرحوم عم بابا يقف أمامكم يعني قليل يعني أنا حس نفسي شهاتي مجروحة بهذا رجل زين الرغم يقوله أنه ومدرب لياقة بدنية ومدرب عصبي ومدرب يمتلك من القلب الكبير وحب العراق ما شايف مثله أبدا والله ما شايف مثله لأنه إنسان محترم إنسان عصامي بدأ نفسه بنفسه لا يلين للمسؤولين ولا يرضخ والدليل هناك مشاكل كثيرة مع ابن رئيس النظام السابق لأنه كان لا يسمع يتقبل توجيهات ابن الرئيس وكان لباله ويعمله ويسويه ولهذا أخرج ابن الرئيس خارج حسابات تطوير الرياضة في العراق وبل أطلق عليه ألقاب يعني شنيعة مو بصالح هذا الرجل مو بحق هذا الرجل عم بابا خدم الرياضة العراقية على ضوء ما كان في وقته يعني هو الكسيح ربما كان يعني يحارب المبدعين كثيرا خصوص مجال الرياضة يعني عقوبات لا أكيد ابن الرئيس يعني إحنا ما يعني أتألم من أذكر تلك الفترة من أذكر أسماء كبيرة تعرضت إلى الضرب والتعذيب من يد شخص يعني ما على الأسف ما على الأسف ما رد نذكر ما رد نذكر أصلا هذا نقطة سوداء وتاريخ أسود في حياة الرياضة العراقية اللي حاليا يقولون لا والله مثلا أبدا والله لن نسمح بتعودة شخص مثل هذا يؤذي العراقيين ويؤذيهم في وذهب إلى جهنة ذهب إلى جهنة إلى مزيد يعني ما على الأسف مع العموم كابتن أنت يعني من مدرسة عمو بابا تأثرت مع مبابا كثيرا عندما يعني شوف أمين عمو بابا مو سهل يعني بالتعامل صعب فكنت أنا أدرب نادي الكهرباء زين بالدرجة الثالثة وذا ننتقل للثانية زين وبنفس الوقت أنا مدرب بالمدرسة الكروية زين وقال للأمان أقوله يمكن أول مرة زين قلت لكابتن أنا مدى أقدر أجمع بين نادي الكهرباء وبين المدرسة الكروية زين لأنه تقريبا الوقت التدريب ديصير قريب قريب جدا قال شوف نبي أنت مدرب محترم وراح تبدأ خطواتك وخاف أن يموت أنت يذكرني يبا والله قال خاف أن يموت قال خاف أن يموت أنت تذكرني أنت خوش مدرب تصير والله وتبقى وقت هذه الكلمة قال لك قال لي وأكو شغلة وحدة راح تبقى وياي بمدرسة الكروية ما تطلع إذا الله وفقك بالكهرباء وصلت للأولى وللممتاز أنا أقول لك اطلع وإذا الله ما وفقك بالكهرباء وصارت مشكلة بيتك هو المدرسة الكروية ترجع تستمر في عملك وتبقى وياي نادي الكهرباء وراح أطيك أنا إجازة ستة شهر وأبلغ الاتحاد بها إن حققت طموحك في نادي الكهرباء بعد أنت روح هذا طموحك وأنا ما حققت شي فأنا ما أفرط بمدرب شاب مثلك أنا أريد إنسان أكاديمي محترم يسمع كلام يطبق تعليماتي وأنا دعا أشوفك هذه التعليمات مطبقة ودعا أشوف مشروع مدرب فثقة أنا قمت قبلته وقلت لهذا موقفك ما أنساها وبقينا إلا أن نتوفق بدانا دائما نوية حتى منصار عملي شو تقول ناخد فاصل لو شنو شنو يا عجبك أمين أنا بتاعت أمرك الله يحفظك دعا أمشان الكرام يعني خلينا أخذ فاصل قصير بعدها نرجع للكابتن بيلزاكي والحديث أكثر عن سي في حياة الرياضية لا تتهموا ببعيد موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة